يعطيكم العافية. رجعنا معكم طلاب الصف السادس. وفيديو تاني عن قاعدة ريبورتد سبيتش. معكم تيت شرنانسي خضر. رجعت معكم طلاب الصف السادس المحترمين. بفيديو تاني عن الريبورتد سبيتش. هلأ بعض الملاحظات عهاي القاعدة كانت انه يا مس القاعدة الصعبة التحويلات صعبة. آآ ما في اشي صعب. سادس. لازم اه تعرفوا شغلة واحدة او قاعدة واحدة بالحياة مهمة انه ما في اشي صعب. طول ما احنا بندرس بنتابع اول باول ما في اشي صعب. اوكي. هلأ نستذكر بشكل سريع ايش يعني ريبورتد سبيتش. قلنا هو الكلام المنقول. والو مسمى تاني الكلام الغير مباشر. اللي بينتقل من شخص الى شخص عن طريق شخص اخر يعني بشكل غير مباشر. اوكي. هلأ انت بدك تنقل الكلام آآ شخص لشخص آخر بنسميه ريبورتد سبيتش. قلنا في قواعد للتحويل من من الى ان دايركت الى ان دايركت سبيتش. لازم اشتغل على الجملة كلهم. اذا في عندي ضرف لازم احول الضرف. اذا في عندي فعل لازم دائما انقل الفعل للحال الامضي. يعني شو بيجي بعده. مثلا بصير بصير برب تو. بصير هاد زائد برب ثري. وهكذا. اذا كان في عنا ضمائر بالجملة لازم نحول ضمائر حسب الجدول اللي اعطتكم اياه بالفيديو العول. طيب نشوف بعض التمرين في كتابك الستيودنت بوك صفحة ستة وستين. رح اخذ منه اكسرسايز بي فقط. غير الاقتباس الى ريبورتد سبيتش. وعن قلنا الكلام الموجود بين اقواس بنسميه كوتد سبيتش. يعني كلام مقتبس او دايرت سبيتش. لانه في عنا اكوتايشن ماركس. اوكي? كيف غيرناها? نزلنا نفس الجملة فعل القولة تيتشور سيد. ذات قلنا ذات. بقدر استخدمها بقدر استخدمها منها. استغني عنها سوري. ذار ول اصبحت ايش ماضي ول? ول بي. تلاحظ ان هون عنا الفعل بتكون من كلمتين. ودائما لما يكون الفعل بتكون من كلمتين فقط احنا بناخد الفعل الاول بنحوله. الفعل التاني يبقى كما هو. اذا ول اصبحت ود. بي كما هي. بقدر اغير لذات داي. بقدر اخليها كما هي توداي. ناخد المثال التاني. كيف بنحولها? ماي سيستر سيد. اي اصبحت شي. عمين بحكي عن ماي سيستر. ماي سيستر الى had plus verb three. لكن لانه عندنا ضرف. الضرف لازم يتوسط الفعلين. اذا had just seen. من وين جبنا had seen? هي اصلها so. مرة تاني هي so. بنحولها بالreported speech الى الفعل الامضى. يعني هي كانت verb two. عند التحويل. لازم تصبح had زائد verb three. يعني بنحول verb two الى verb three. لكن قبله لازم اضع had. اذا had just seen a great play. المثال الثالث. دانيال said today is a good day for swimming. دانيال said. انا today. اما بنخليها today او بحولها الى that day. بصير. today is فعل verb one. حولت الى verb two was a good day for swimming. ما غيرنا على بقى الجملة اي شي. اوكي. طيب. نشوف هاي كمان امثلة. مجموعة من الامثلة. ركزوا معي الطلاب صف السادس. طيب. جوليا said. I was studying all day. I was studying all day. فعل القول. جوليا said. اي. دائما ان الضمير اي يحول الى شغلتين. اما يحول الى الضمير هي او يحول الى الضمير شي حسب الفاعل او حسب انا عن مين عن بحلي. هلأ جوليا. بما انه اسم مؤنث. اذا اي حولناها الى شي. was verb two. was verb two. قلنا يحول الى had زائد verb three. يحول verb two الى had زائد verb three. طيب was هيحولنا had. هلأ ايش الverb three من was? been. so she had been studying all day. بقى الجملة كما هو. احنا اشتغلنا فقط على الضمير وعلى الفعل. ودائما نشتغل على الضمير وعالفعل وعالضرف ان وجد. طيب. two that said we will go in a picnic tomorrow. شو بتلاحظة بالجملة? عندي ضمير وعندي فعل وعندي ضرف. لازم اشتغل عليهم ثلاثة. طيب. that said that ان الضمير وي يحول الى they. دائما الضمير وي. لما نشوفه بنحوله الى they. will فعل تصريف اول حولته لفعل تصريف تاني. will would go. ان الفعل عبارة عن كلمتين او فعلين. لازم احنا بس نشتغل على الفعل الاول. الفعل التاني يبقى كما هو. ازا will ماضيها would go. بقيت كما هي. in a picnic tomorrow ضرف زمان يحول الى the following day. نحفظ tomorrow. اول ما نشوف tomorrow بنحولها الى the following day مباشرة. example three. hansel said i am sorry for taking your phone. i am sorry for taking your phone. فعل القول hansel said كما هو. اي حولتها الى he. شوفتوا في المثال الاول فوق حولنا اي الى she لانه الفاعل جوليا. اول اللي حكي هذا الكلام جوليا. اوكي. بينما هون اي حولناها الى he. لانه الفاعل او القائل هانسل. he am verb one. حولناها الى verb two. am. اصبحت was. sorry كما هي. for taking your phone. ضمير you're. بحوله دائما الى my. الضمير you're. لما نشوفه. دائما بنحول الى my. اي اما هي او شي. ودائما الverb one بحوله الى verb two. example four. i said peter doesn't have time. i said peter doesn't have time. i said that. هون استخدم ذات. اذا قلنا ذات انت حر. اما بتكتبها او بتستغني عنها. i said that peter كما هو. الاسماء بتنزل كما هي. ما بحط مكانها هي. لانا ما عندي i. عندي peter. peter doesn't verb one. ايش ماضي doesn't؟ ماضيها didn't. بما انه حالة نفي. اذا لازم اظنى محافظة عن نفي. doesn't didn't have time. انتهى التحويل. هاي الامثلة. حاولوا تكتبوا الجمل مرة تانية على ورقة وحلوهم بدون ما تشوفوا الحل اللي هون. وشوفوا حلكم بطلع صح او لا. طيب. رح اترك معك هومورك. خليني بس هيك اعمل. هومورك. كتبت لكم فوق ملاحظة بالاحمر. انه لازم تتذكر. انا دائما بشتغل على الفعل. على الضمير. على الضرف. هدول لازم يتحولوا بالجملة. عندك reported speech. ثلاثة جمل. change into reported speech. حولهم الى كلام منقول. he said i went to cinema yesterday. the boys said we were playing together. dania said i haven't seen you in ages. خليني كمساعدة اولية احط لك خط تحت ايش لازم تتحول انت بالجملة. اوكي. كل كلمة تحتيها خط. انت لازم تتحولها بالجملة. اوكي. كل كلمة تحتيها خط. عند التحويل ال reported speech. لازم انت تغير عليها. هيكون في ورقة عمل راح تنزل على التطبيق. ارجو منكم انكم تحلوها وتقيسوا مقدار فهمكم لهذه القاعدة. هذا اولا. تانيا. ننقل هذا الواجب على دفتر القواعد ونحلوه على دفتر القواعد. ثالثا يفترض انه احنا نزلنا مبارح كمان تلخيص للقاعدة على تطبيق المدرسة. ارجو منكم انكم تنقلوه على دفتر القواعد. هيك بنكون خلصنا قاعدتنا. اذا في اي استفسار عندكم يا سادس نزلوا بالتعليقات على صفحة الفيسبوك على هذا الفيديو. انا بجاوبكم على نفس التعليق على الفيسبوك. دمتم بحفظ الله ورعايته. شكرا لكم على حسن المتابع.